أبو حيدر من العراق يسأل يقول ما حكم التداول بكارتات الموبايل أبيعها بالتقصيد أبو حيدر من العراق بارك الله فيك الجواب يجوز بشروط طبعا يجوز للإنسان أن يتاجر بكروط الاتصالات أي نوع من أنواع الاتصالات بالأقصاط الشهرية وهذا يسمى البيع بالدين والله وجل وعليقوا يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فيجوز الإنسان أن يتاجر بهذه البطاقات أو الكارتات مثل ما ذكرت بيع بالتقصيد يعني تشتري أنت الكارت مثلا بمئة تبيع 150 على أقصاط شهرية بشرط أنك لا تشتري منه بمعنى بعت هذا الشخص الكارت 150 هو حبي تاجر لا يجوز أن تشتري منه لماذا؟ لأن هذا بيع العينة يسمى بيع العينة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العينة وقال إذا تباعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر إلى آخر الحديث ولذلك أخي الفاضل الأصل الجواز بشرط أن لا تشتري منه و بشرط أيضا أن يكون السعر معلوم و المدة معلومة يعني مثلا أنت اشتريت بمئة بعت 150 تقول لمثلا أبيعك 150 إذن اتفقتم على المبلغ بمدة معلومة خمسة أشهر كل شهر تعطيني مبلغ معين هذا بيع صحيح أما تبيعه على 150 ولا تتفقون على المدة فهذا مما يعني بيّن الفقهة عدم جوازي لأنه يقود إلى خصومة و يقود إلى مشاكل بينك و بين الآخرين ترجمة نانسي قنقر